السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم مواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء رقم 11 من الفصل السادس هنتكلم عن اختبار آخر من اختبارات الميكانيكية ألا وهو The Bend Test for Brittle Materials الحقيقة البند تست أو البندينج تست Application of the Force to the center of a bar that is supported on each end to the remain the resistance of material to a static or slowly applied load يعني أنا في الحقيقة البندينج تست إذا أنا بستخدمه المaterial help a little شوية عن طريق أن أنا بثبت أو بضغط أو بطبق Force عند في السنتر وهو مثبت من الطرفين وممكن يكون static load أو ممكن يكون slowly load عند حاجة اسمها Flecture Strengths or Modules of Rabature وده عبارة عن The Stress Required to Fracture a Specimen in Bending Test هناك كان اسمه في الشد كان اسمه Fracture Stress هنا دي اسمه مختلف شوي طيب Flecture Modulus وعبارة عن The Modulus of Lasticity Calculated from the Results The Modulus of Abund Test Gaving the Slope of the Stress Reflection Curve تعالوا نشوف The Stress Strain Curve Behavior of Material Operating Material Compared with That of More Ductyled Material ده عندي The Stress and Strain Curve ده عندي Little Material طبعاً ما فيوش أي نوع من أنواع الإيه البلاستيج ديفورميشن مش موجود عندي خالص أبصي ألاقي ده متوسط الدكتيريتي في شواء الدكتيريتي بسيطة أما المادة ده تعتبر High Ductile لما شوف البندنج ديس Often Use Deformationing Strengths Operating Materials أبصي ألاقي عندي أديني مثبت الماتيريال من الطرفين طبعاً عينة لها عرض ولها Sickness وهذه البريجر بطبقه في النص وفيه مسافة معلومة ما بين النقطتين اللي أنا أخذه بعد كده بشوف الدفليكشن اللي بيحصل ده نتيجة التطبيق الماتيريال وعن طريق الدفليكشن ده بحصل عليه بواسطة البندنج ديس اللي بيحصل Stress Deflection Curve for Magnesium Oxide Obtained by Bending Dist هذا عند الدفليكشن طبعاً بالإنش وعند هنا السترينز فبيديني الرسمة زي ما أنت شايف هذه هنا عندي منطقة إلاستيك عندي هنا منطقة البلاستيك وهذه البريجر اللي حصل